بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد ما صلَّى عليه المصلون وصلِّ يا ربي وسلِّم وبارِك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه أزكى صلاةٍ وأتمَّ سلامٍ يا ذا الجلال والإكرام أما بعد معشر الحجيج أمة الإسلام فمرِّحا ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس دراستنا ومدرستنا لهذا الموضوع العظيم الذي هو واجب الوقت الحديث عن مقاصد حج بيت الله الحرام تقدم في الليلتين الماضيتين الحديث عن أعظم المقاصد ورأسها وأولها وهو مقصد تحقيق التوحيد لله رب العالمين والليلة سنتناول المقصد التوأم لذلك المقصد الوجه الآخر الشطر الآخر الركن الآخر المكمل في ديننا معشر المسلمين لمقصد التوحيد لله ألا وهو طاعة واتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن عنوان الإسلام شهادتان شطرها الأول توحيد الله وهذا الذي تقدم في الليلتين الماضيتين وشطرها الآخر الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن مساجد المسلمين يعلنونها مرات ومرات كل يوم في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأنت نقولها في اليوم مرات ومرات وأقل ذلك ما نقوله في التحيات في الصلاة في التشهد فنحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معنى قولك كل يوم مرات ومرات وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أنك تؤمن بأنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه بالوحي لأمتنا المباركة التي خصها الله بهذا الدين العظيم وبهذا الكتاب الكريم وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحن أمة كريمة عند الله بديننا وكتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام إنك عندما تعلن كل يوم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني حزمة من الواجبات التي أعلنتها وعلقتها برقبتك وقد عقدت رباطها في قلبك فتشهد أنه صادق فيما أخبر عن الله وأنه بلغ الوحي عن الله وأنه علمنا دين الله وأنه بيّن لنا الحلال والحرام وأنه أبان لنا طريق الجنة وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام ويلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بيّن لنا الدين أتم البيان تركنا عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرًّا إلا حذّر الأمة منه تشهدون؟ أي والله أشهدوا وتشهدون أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الأمانة وأدّ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهة حتى أتاه اليقين في مثل هذا الموسم سنة عشر من الهجرة وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة والأمة حوله والصحابة معه وهو يسألهم ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هم يقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام وينكتها عليهم يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد استشهد ربه في ذلك الموقف العظيم على شهادة أمته أنه نبي كريم وفي بر رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام ونأتي نحن اليوم سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة حجاجاً نخط الخطى خلف نبينا صلى الله عليه وسلم نقف حيث وقف وندعو حيث دعا ونرمي حيث رمى ونحلق حيث حلق ونفعل المناسك كما فعل عليه الصلاة والسلام أما والله ما حضرنا معه ذلك الموقف العظيم الذي سأل أمته ألا هل بلغ لكننا والله نوقن ونشهد ونؤمن أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ اللهم فضم بلاغنا إلى بلاغ صحابته الكرام رضي الله عنهم بأننا نشهد له عليه الصلاة والسلام بما أدى عن الله وبلغ عن الله فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام أيها الحجاج كما أن مقصد توحيد الله عز وجل راية كبيرة نرفعها في الحج ونتفيأ ظلالها ونمشي في خطواتها كما مر في مجلس الباريحة من الإحرام إلى طواف الوداع فإن طاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم راية أخرى تمشي معها جباً إلى جباً لا نضع قدماً في طريق الحج ولا نرفع أخرى لا نقوم ولا نقعد لا ندعو ولا نطوف ولا نسعى ولا نرمي ولا نبيت ولا نحلق ولا نذبح ولا نفعل شيئاً في المناسك إلا كما فعل وكيف ما فعل وأين فعل رسول الأمة النبي الهادي الكريم صلى الله عليه و أهله وسلم ألم يحج فقال لتأخذوا عني مناسككم إذن هذا مقصد باختصار أيها الحجاج الحج مدرسة في خمسة أيام أو ستة أيام أو ثمانية أيام أو أقل أو أكثر والله إننا نوطن النفوس ونربيها على تتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر عجيب ومشهد مهيب يحج مئات الألوف والملايين من المسلمين كل سنة عرباً وعجماً بيضاً وسوداً رجالاً ونساء صغاراً وكباراً متعلمين مثقفين سياسيين أكاديميين أطباء مهندسين بكل طبقات الأمة في كل سنة على مدى ألف وأربعمائة وأربعين سنة وأكثر كلما جاء أجيل وإذا به يقتفي خطوات نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ما تغير الحج ولا تبدل ولا تغيرت المناسك هذا شيء عجيب يا إخوة ومشهد مهيب والله تأتي الأمة اليوم بالرغم مما نشكو من ضعف أحوال الأمة وترديها واستضعافها واستعداء الأمم عليها وجهل يحوط بها وتخلف أخرها على ركب حضارة الأمم بالرغم من كل ذلك فإنك تجد هذا المعنى كالنبع المتدفق كل حج تحجه أمة الإسلام كل عام ملايين عرب وغير عرب يفهمون اللغة أو لا يفهمون مثقفين أو جهالاً عوام وأميين الكل الكل لا يبحث في الحج إلا عن هدى وسنن وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه والله آية وفي الحج يتبدى هذا المعنى الكبير العظيم بأدهش صورة وأرواعها نعم أنا أعترف وأنا أولكم كلنا مقصرون في اتباع السنة والله يغفر لنا ومتساهلون فيها ومفرطون في كثير من نواحي الحياة في الحرص على اتباع السنة ورفع رايتها يأتي الحج فيعيد الأمور إلى نصابها من جديد ويحيي في قلوبنا حب السنة وتعظيم السنة والحرص على اتباع السنة وأن لا يبحث أحدنا عن شيء في حجه أكثر من بحثه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيسعنا إذن أن نقول إن هذا المقصد من أعظم مقاصد الحج بل هو أعظمها بعد مقصد توحيد الله سبحانه وتعالى مقصد الطاعة والاتباع والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحتاج إلى إثبات ولا سرد أدلة فإن عبادتنا أيها المسلمون في دين الإسلام ليس يقبلها الله عز وجل إلا إذا قامت على هذين الركنين العظيمين إخلاص لوجه الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عبادة لا تقع من عبدها خالصة لوجه الله الكريم متبعة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة لا يقبلها الله عز وجل والدليل على ذلك من النصوص الشرعية كثير مثل قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً لا يشرك بعبادة ربه أحداً هذه الإخلاص التوحيد لله فأين السنة واتباعها فليعمل عملاً صالحاً قال أهل العلم العمل الصالح ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله هذاني رقنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملاً لاحظ ما قال أيكم أكثر عمل ممكن تأتي يوم القيامة عندك أعمال كثيرة ليس المطلوب كثرة العمل المطلوب صحته وصوابه ليبلوكم أيكم أحسنوا عملاً قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً الخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملاً أي أخلصه وأصوبه كما قال المفسرون أخلصه الإخلاص لوجه الله وأصوبه الصواب أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو جاء عبد يوم القيامة وتعبد الله بعبادة اخترعها واجدهت فيها صلى في ركعة واحدة يركع خمسين ركوعاً ويسجد بئة السجدة في ركعة واحدة وقرأ كذا وفعل كذا وابتدع صفة من العبادة هذه ليست مقبولة مهما اجدهد فيها صاحبها وظن أنها تقربه إلى الله الله عز وجل لما فتح طريق العبادة للعباد وقال لهم هذا طريق الجنة لم يأذن لهم أن يأتوا باب الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من سلك غير طريقه صدقوني لن يكون طريقاً موصل إلى الجنة لأنه لا طريق إلى الجنة إلا من سنته صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول عند الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقرن طاعته بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام بل إن المقصد من بعثة الرسل طاعتهم ولهذا قال الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال في آيات كثيرة أطيع الله وأطيع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة دعونا نستعرض أدلة هذا الأصل الكبير في شريعة الإسلام وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم اسمعوا كيف حذر الله عز وجل أهل الإيمان بربط طاعته بطاعة نبيه قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنت مؤمناً عبد الله فليس لك إلا أن تطيعه وتطيع رسوله عليه الصلاة والسلام بل التحذير الأشد في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يقول ابن كثير رحمه الله أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقه وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً ما كان كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد يقول ابن كثير أي فليحذر وليخشأ من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطناً أو ظاهراً أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك هذا كلام الآئمة أيها الكرام من التحذير الذي جاء في كتاب الله لكل من امتنع أو تباط أو أعرض عن الاستجابة لسنة وهدي وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حكم عليه بأنه متبع لهواه هما طريقان لا ثالثة لهم أيها المسلمون إما الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإما المخالفة والتنكب واتباع الهوى عياذاً بالله اسمع إلى قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ما في كلام آخر أنت إن لم تكن على السنة صدقني فأنت على الهوى والعياذ بالله وتدرون أن اتباع الهوى طريق الردى وبوابة جهنم والعياذ بالله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فاتباع الهوى مذل ومهلك ومرد والعياذ بالله فيه دليل على أن كل من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قول مخالف للقوله فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى كما يقول السعدي في تفسير الآية رحمه الله تعالى من أعظم الآيات في كتاب الله التي جاءت ترغب أمة الإسلام في الحث والحظ على اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آية سورة آل عمران هي عجيبة والله يقول الله عز اسمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ركزوا معي فاتبعوني جاءت بعد إيش؟ إن كنتم تحبون الله وجاء بعدها إيش؟ يحببكم الله سؤالي هو اتبعوني اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب لأن تحب الله أو لأن يحبك الله نقرأ الآية ثانية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا دليل على إيش؟ على أن طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام دليل يثبت حبك لله سأعيد السؤال عليكم بطريقة أخرى السؤال لكل واحد فيكم عبد الله هل تحب الله؟ شفت كيف من غير تردد ستقول نعم لكن الجواب ما يصل حاكذا الجواب يحتاج إلى إثبات وشاهد الإثبات حجم الاتباع في حياتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم افتح خارطة حياتك الآن وانظر إلى مساحة الاتباع وما يقابلها مما تقلص من حياتك من عدم الاتباع هذا اختبار ولهذا كان السلف يسمون هذه الآية آية الامتحام آية الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله لا تكثر الكلام ولا تتسرع في الجواب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدقاً والله ولهذا قال بعض السلف مواقف ومواضع اتباع السنة في حياتك هي أدلة إثبات على محبتك لربك فاجمع شواهد المحبة قبل اللقاء قبل أن يلقاك الله فيسألك عبدي هل تحبني؟ فليكن جوابك بعظم المواقف التي بنيتها في حياتك اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون شاهد صدق لك على محبتك لله هذه واحدة إذن اتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو شرط إثباتك حبك لله عز وجل أما الشطر الآخر فهو أعظم مدهش فاتبعوني يحببكم الله هذه شرط لتلك تريد أن يحبك الله؟ ما الطريق؟ اتبعوني وكما قال بعضهم ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب أن تسعى في أن تملأ قلبك بحب الله هذا جهاد عظيم وإن بلغتها فهنيئاً لك والله تلك مراتب عالية تسابق فيها الأولياء والصالحون لكن تدري ما الأعظم؟ الأعظم أن يحبك الله عبد الله هذه أعظم بلا مقارنة وسبيل الوصول إليها أن تملأ حياتك عبد الله بهذا الأمر وهو القانون فاتبعوني يحببكم الله لك أن تقول أقربنا حباً لله أكثرنا اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقول العكس أيضاً أبعدنا عن محبة الله أبعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا مجاملة فيها هذه سنة سنها الله وأعلنها في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بالجملة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعني بناء الحياة بكل تفاصيلها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها بناء نظام الحياة أجمع على هدي وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن تستيقظ صباحاً فتتوضأ وتصلي وتذكر الله وتخرج في طلب المعاش تلبس ثوبك تأكل لقمتك تخطو خطاك ترتاد الأسواق تغشى الناس تأتي المساجد تأتي المجامع تعود إلى البيت تعاملك مع زوجتك تربيتك لأولادك بيعك وشراءك ضحكك وبكاؤك عبادتك ومعاملتك كل شيء في الحياة ولهذا قال سفيان والثوري رحمه الله في اختصار لهذا المعنى الكبير قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل حتى هذا الشيء الزهيد اليسير إن استطعت أن توطن نفسك ليكون نظامك في الحياة ألا تفعل فعلا ولا تبحث عن شيء ولا تخطو خطوة إلا موافقا فيها هدي نبيك وحبيب قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ذلك فإنك إن فعلت فقد أصبت خيرا عظيما وسيأتينا بيان ذلك في شواهد حياة السلف إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه فيما جاء به عن الله تصديقه فيما أخبر استلهام الأحكام واستمداد الأحكام الشرعية من سنته فإنها مصدر للتشريع في ديننا أمة الإسلام اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاقتصار على ما جاءنا به من العبادات التي تقربنا إلى الله لسنا نزيد عنها ولا ننقص عنها نتعلم من صفات فعله كيف نعبد الله ومن صفات قوله كيف نمتثل أمر الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه واقتفاء أثره واقتداء هديه حتى فيما دون الواجبات في السنن والمستحبات ونوافر العبادات نبحث عن طريق الجنة من كل خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قدر لنا أن نبصر بأم أعيننا أثر خطاه في الطريق فوالله إن تحت كل خطوة طريق يدل إلى الجنة ورسول الله عليه الصلاة والسلام عاش حياته مجتهداً في تعليم أمته كيف تصل إلى ربها وكيف تنال رضا خالقها وكيف تحجز مقاعدها في الجنة بسنته عليه الصلاة والسلام يستلهم المؤمن عنوان السعادة في الحياة أسعد حياة يعيشها إنسان على وجه هذه الأرض الحياة التي تتمثل سنة وسيرة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار شديد كلما كانت الحياة إلى هدي النبي أقرب كانت والله في قلب صاحبها أسعد أسعد حياة ما كانت أقرب إلى سنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم كل ما تقدم يبين لنا عظمة هذا الأصل والمقصد العظيم عموماً في شريعة الإسلام أتظنون أن ركناً من أركان الإسلام وهو الحج يفرض مرةً في العمر تشرع فيه العبادات والمناسك وتتنوع يغيب عنها هذا المقصد أن لا يتعلمه الحجي أبداً والله أما إن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ملمح وأصل عظيم ومعلم من معالم الشريعة في كل العبادات لكنه في الحج آكد ما يكون وأظهر ما يكون وهاكموها كيف دلت عليها الأدلة الشرعية أولاً صرح صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالأمر باتباع سنته حج فقال لتأخذوا عني مناسككم كان يخاطب كم فرداً من صحابته مئة ألف مئة وعشرين ألف مئة واربع وعشرين ألف لا يا عزيزي هو خاطبهم وخاطب الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة كل من حج ولو جئت اليوم تحج لبست الإحرام وخطوت الخطأ وقلت لبيك اللهم لبيك فاجعل نداءه صلى الله عليه وسلم في أذنيك لتأخذوا عني مناسككم خذ عنه صلى الله عليه وسلم كيف تأخذ عنه ولست فرداً من صحابته ولم تكتحي العينك برؤيته ولست في موكب حجته عليه الصلاة والسلام خذ من الذين حجوا معه ونقلوا صفة حجه ورووا بكل أمانة جميع تفاصيل تلك الحجة اليتيمة الفريدة فقوله لتأخذوا عني مناسككم وهو يقول بعدها فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه قال النووي رحمه الله وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته تعلم أمور الدين ولهذا سميت حجة الوداع والله أعلم إذن هذا أول الأدلة أنه في الحج يتجلى مقصد الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأدلة أنه لما حج قال لأصحابه ولنا ولكل فرد في الأمة لتأخذوا عني إذن هذا مقصد أن تحج آخذا صفة الحج وسنن الحج وهيئة الحج وكل ما يتعلق بالحج عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني أين دليل وجوب الحج في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وآيات يسيرات في الحج والمائدة والبقرة مثل أحكام الإحصار والفدية في سورة البقرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأحكام منا وأحكام فدية الصيد في سورة المائدة وشيء من مقاصد الحج مثل تعظيم الله وشعائره وتقوى الله في سورة الحج السؤال من أين أتينا بصفة الحج وأنه يبدأ بطواف وسعي وحلق ثم منا يوم التروية ثم عرفة ثم الذهاب إلى مزدلفة والمبيت بها إلى الفجر ثم الذهاب إلى منا من أين جئنا بهذه الصفة؟ هي السنة السؤال أولم يكن ممكنا في علم الله أن تنزل آية في سورة البقرة أو في سورة الحج تشرح صفة الحج تفصيلا بكل أفعاله وأقواله الجواب بلى كما في الصلاة قال الله أقيم الصلاة لكن أعطني آية في كتاب الله أن الفجر ركعتان وأن الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث وأن صفتها قيام فركوع فاعتدال فسجود فجلوس فجلس زجدة ثانية أعطني آية في القرآن ما فيه أو لم تفهم أن الله أراد وقدر لحكمة بارغة ومقصد شرعي عظيم في أركان الإسلام العظام كالصلاة والزكاة والحج لبيت الله الحرام أن يربط أن يربط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم يأمر الله بالأمر إجمالا في كتابه ويترك التفصيل وبيان الهيئة والأعمال على النحو الذي توقع به العبادة يوكل ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لترتبط الأمة تريد أن تصلي الصلاة التي أمرك الله اذهب فاتبع رسوله عليه الصلاة والسلام تريد أن تحج الحج الذي أمرك الله اذهب فتعال من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنها تربية للأمة في أركان الإسلام العظام أن تفعل في عبادتها لله وأن تسدك في طريق العبودية مسلك نبيها عليه الصلاة والسلام تحصر الأمة كلها عبر القرون فلا تعبد الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث حج عليه الصلاة والسلام تلك السنة ولما همى بالسفر والارتحال من المدينة إلى مكة أعلن ودعا ووجه لمن في المدينة والقرى من حولها وسائر القبائل التي دخلت في الإسلام يعلن صلى الله عليه وسلم بخروجه للحج ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد أن يجتمع له أهل الإسلام وأن يخرجوا معه وأن يحجوا بصحبته من أجل أن يتعلموا منه كيف يقع حجهم هذا درس عملي وهذا تطبيق ميداني فاجتمع له من كان بالمدينة فخرجوا معه وبعضهم أدركه في الطريق وبعضهم أدركه في مكة بل منهم من لم يدركه إلا بعرفات أو في مزدلفة عروة بن مضرس الطائي صلى الفجر معه في مزدلفة قال يا رسول الله صليت الصبح معك وما تركت جبلا ولا وادي إلا وقفت عليه فهل من حج؟ كان الصحابة يستنفرون ويحاول أحدهم أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإعلامه وإخباره للناس دليل على ذلك اسمع إلى حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير اسمع كيف يقول جابر يقول كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله شيء عجيب وقع في قلوبهم طيب مرة أخرى سأقول أنا وأنت لسنا صحابة ولم نكن في ذلك الموكب الشريف لكن جئنا نحج اليوم في عام 1443 ألا يحق لنا أن يقوم بقلوبنا هذا المعنى الكبير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم بلى والله وحق علينا أن نكون كذلك وفي رواية قال جابر فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم في خطبة يوم عرفة يعلن صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم ليسمع الصحابة معه يوم الحج والأمة كلها إلى يوم القيامة قال وقد تركتم فيكم ما لم تظلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم مشهد اللهم مشهد فهو استنطاق للصحابة رضي الله عنهم في ذلك الموقف العظيم بتقرير هذا الأصل العظيم في ذلك الموقف العظيم يوم عرفة دليل الرابع الصحابة رضي الله عنهم الذين رافقوه في حجته عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في الحرص على اتباعه بل وشدة الاتباع والرصد الدقيق لكل خطوة من خطوات حجه حتى نقلوا تمام وصف مناسك الحج بكل أقواله وأفعاله السؤال كم حجة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة حجة يتيمة فريدة لكنك لو فتشت في دواوين السنة لأدهشك حجم الروايات بالمئات والألوف التي تحكي حجة واحدة والله عجيب رصدوا رصدا دقيقا عجيبا مدهشا كيف طاف وماذا فعل في الطواف كيف سعى وماذا قال في الدعا كيف صلى كيف نام كيف شرب كيف أكل كيف رمى كيف حلق رأسه كيف نحر هديه بل كيف كان يقود ناقته صلى الله عليه وسلم إنهم نقلوا وصفا عجيبا قال جابر حين رأى حين ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى واستوت به على البيداء يقول فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به عاشوا حياة ما يعرفون في نهجهم إلا هذا الأصل الكبير اتباعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة في حجته تلك في غاية الحرص وفي غاية الأمانة في نقل كل شيء اقتربوا منه ورصدوا كل أفعاله وأقواله وكانوا من شدة وصفهم لشدة قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نقلوا حتى لعاب الناقة الذي يسيل منها يقول عمرو بن خارج إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته بمنا وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي مدهش والله ما تركوا شيئا إلا نقلوه حجم الروايات بيك عن هذا الحرص الكبير أعود فأقول ذلك الحرص الذي ملأ قلوب الصحابة وهم يرونه بأم أعينهم فلأن يملأ قلوبنا نحن ذلك الحرص والله آكد لأننا ما رأيناه ونجتهد أن يكون بحثنا واقتفاؤنا واتباعنا يغني ويعوض ذلك الفقد الذي لم يملأ العيون والآذان من رؤيته أو سماع حديثه صلى الله عليه وآله وسلم خامساً كان للصحابة تطبيق عظيم يدل على فقه جليل كانوا يدركون به مقاصد الحج وكانوا يعدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آكدها وأعظمها وفي ذلك آثار بديعة مثل قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته يا إخوة في الحج تربية عظيمة والله على الاتباع حجر يقبل وحجر يرمى به وكلها أحجاء لكن هذا حجر كريم نقبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وفي ميناء حجار نرميها نكبر الله تلك حجارة ترمى وهذا حجر يقبل لماذا؟ هكذا؟ لماذا نفعل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا أما الحجر الأسود بذاته فليس التبرق بتقبيله ولا بالتمسح به بل التبرق فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبل ما قبل وأن نستلم ما استلم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه عمر ذلك رضي الله عنه هو القائل ما لنا وللرمل الرمل أن يهر إلى الطائف في طوافه الأشواط الأول أن يكون في طوافه مسرعاً أسرع من المشي ودون الجري وقد كان الصحابة يرمولون الثلاثة الأشواط الأول قال عمر ما لنا وللرمل إنما كنا نرأي أو رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله يعني كان الرمل لما قدموا في عمرة القضاء وقد كانت مكة يومئذ لازالت بيد قريش فلما جاءوا في العمرة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يظهروا قوتهم واجتعدادهم ذلك أن قريش قالت لقد أتاكم قوم وهنتهم حمى يثرب فإن المدينة كانت مشهورة بالحمى فقالوا سأتيكم أولئك الصحابة وقد أضعفتهم الحمى فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإظهار القوة والجلد أمرهم أن يرملوا يعني أن يظهروا النشاط في الأشواط الأول في الطواف هذه كانت الحكمة ثم استمرت قال عمر ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله يعني وقد دخل الناس في الإسلام ما بقي مشركون فلماذا يرمل الطائفون اليوم سأل وأجاب فقال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه خذ مثالا آخر قال يعلى بن أمية طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررته بيده ليستلم يعني جر يده ليستلم الركن الذي بعد الحجر الأسود فقال ما شأنك قلت ألا تستلم قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين قلت لا قال أفليس لك فيه أسوى قلت بلى قال فانفذ عنك خلاص ما تستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود فلا نستلم إلا هذين الركنين اسألني ليش سأقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لماذا أستلم هذا لأنه عليه الصلاة والسلام استلمه ولماذا أترك هذا الركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أخيرا والدليل السادس أمر الله عز وجل في الحج أمر العبادة بإخلاص العبادة واجتناب الشرك وأن يكون حنفاء قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ما الحنيفية الاستقامة والإخلاص وحنفاء بمعنى مستقيمين مخلصين والاستقامة لا تتم إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مجاهد في تفسير الآية حنفاء قال متبعين انظر معي الآن كيف يعلمنا الحج بخطواته خطوة خطوة أن نقترب أكثر ونوطن أنفسنا ونربيها على هذا المقصد طاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدرس المحرم والحاج من أحكام الحج ومسائله التي يتعلمها أن يتعلم محظورات الإحرام والمراد بها الأمور التي تكون قبل الإحرام حلالا فبعد الإحرام تكون حراما مثل قص الشعري وتقليم الأظافر واستعمال الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط بالنسبة للرجال والجماع ومقدماته وعقد النكاح وقتل الصي هذه جملة محظورات الإحرام لماذا سميت محظورات الإحرام؟ لأنها بعد الإحرام تكون محظورة على المحرمين هذا المعنى في اجتناب المحظورات درس عملي قبل أن تحرم كانت حلالا شخص الآن سيحرم بعد خمس دقائق فيقص شعره وأظفاره ويتطيب ثم يحرم بعد أن يحرم لو تذكر ظفر في أصبعه لن يمكنه قصه ولو أوتي بطيب بعد أن أحرم لا يمكنه استعماله الفرق دقيقتان استعملها قبل دقيقتين وهو الآن يمتنع عنها أليس هذا تربية عجيبة للنفس؟ الشيء الذي كان حلالا قبل دقيقة يصبح ممنوعا محظورا حراما لا لشيء إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا افعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك بل إنك تجاهد نفسك في إحرامك ألا تفعل شيئا وأنت تعلم أنه من محظورات الإحرام وهذا توطين للنفس وتربية على معنى الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام مظهر ثاني من مظاهر الاتباع التي تتبدى في حجنا معشر الحجيج الحرص على اتباع السنن يعجب كذلك السؤال الذي يتردد على أفواه الحجيج ماذا نفعل؟ ماذا يشرع لنا؟ نحن اليوم في التاسع غدا نحن في ميناء سنرجع إلى أيام التشريق ما الذي يسن لنا فعله؟ هذا الحرص والسؤال عن السنة مدهش وعجيب وهو شيء عظيم والله تراه على أفواه الحجيج بل إنهم يحرصون في حال الخطأ وحصول الزلل أو ترك واجب أو فعل محظور يحرصون على الافتداء بالكفار فعلت كذا فماذا علي؟ أخطأت في كذا فماذا يلزمني؟ يقولها طواعية لا محاكمة ما يأتي إلى المستفتي عفوا ما يأتي إلى المفتي ليصدر عليه حكما قضائيا فيلزمه بدفعي غرامة لا هو جاء بطيب خاطر قال حصل مني كذا فماذا يلزمني؟ وملء قلبه طيب خاطر أنه لو قالوا له إذبح بقر سيذبح إذبح شاتا أطعم مساكين صم كذا يوما هو مستعد أن يفعل والله ما حمله على ذلك إلا شيء عظيم قام بقلبه جاء يحج يضب رضا الله وهو يعلم أنه لن يبلغ ذلك إلا بأن يكون حريصا على اتباع خطوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتأمل في وجوه التعبد يا كرام سنجد أن أحكام الحج ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أوجه الوجه الأول أمور لا تعقل معانيها أو الحكمة منها مثل الرمل في الطواف والاضطبع لماذا يكشف الرجل كتفه الأيمن ولماذا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى اجتناب بعض محظورات الإحرام تفاوت الكفارات لماذا كفارة الواجب غير كفارة المحظور تخصيص أيام الحج لماذا يوم التاسع هو يوم عرف وليس اليوم العاشر هذه أمور يقول العلماء لا تعقل معانيها يعني الأمور فيها تعبدية أمرنا الله بالوقوف يوم التاسع سنقف يوم التاسع منعنا من حلق الشعر وتقليم الأظافر سنمتنع عنها هذه أمور لا تعقل معانيها وفيها يظهر جلي معنى التعبد نفعل لأننا أمرنا أن نفعل ونترك لأننا أمرنا أن نترك الوجه الثاني ترتيب أفعال المناسك في الحج على هذا النحو زمانا ومكانا ميناء في الأول ثم عرفة ثم مزدلفة ثم ميناء لماذا مزدلف حظها من أعمال المناسك ليلة واحدة ولماذا ميناء ليالي المتعددة ولماذا عرفة كانت نهارا ولم تكن ليلا ولماذا يوم العيد لم يكن فيه عرفة هذه تعبدات فإذا تخصيص الزمان والمكان في أعمال الحج هو أيضا من أعمال الحج التي أمرنا بها فنحن نفعلها امتثالا الوجه الثالث وهو عجيب عادات هي عادات تفعل في الحج على وجه التعبد وعندئذ نكتسب الحاج معنى الطاعة والاتباع الذي يؤجر عليه أنت طيلة العام تذهب وتحلق رأسك عند الحلاق أو المزين تزيل شعرك الذي يطول وتهذب مظهرك وأنت كل يوم تقتسل وتستعمل أنواع الطيب الذي تطيب به جسدك لكنك في الحج عندما تحج فتحلق رأسك تحلقه عبادة وتنوي بذلك أجرها فالتي كانت عادة أصبحت في الحج عبادة تنام طيلة السنة لكن مبيتك بمينة أو بالمزدلفة ونومك هناك عبادة تأكل وتشرب طيلة العام فتأتي إلى مينة وتدرك قوله عليه الصلاة والسلام أيام مينة أيام أكل وشرب وذكر لله فيكون أكلك هناك نوعاً من التعبد الذي تتقرب به إلى الله تذبح أضحيتك فتأكل منها امتثالاً لتؤجر عليه عجيب هذا المعنى في الحج يجعل بعض العادات المحضة عبادات يؤجر عليها ليعلمك أن في الاتباع ثمرة وأنك بالاقتفاء تنال أجراً وتقترب من ربك مستحضراً هذا المعنى الكبير إحياء معنى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أداء المناسك وما كان حرصه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحج ومسائله إلا على إظهار ذلك طاف راكباً عليه الصلاة والسلام ووقف راكباً وخطب راكباً قال أهل العلم إنما فضل الركوب ليكون بحيث يرى من على بعد فيراه القريب كما يراه البعيد ولو كان على الأرض ربما غطاه الجمع أن يرى من بعيد فحرصه على أن يظهر أمام الناس يطوف راكباً فيراه الناس من بعيد يطوف سبعة أشوار يخطب عليه الصلاة والسلام من بعد من هناك فيسمعونه ويرون هيئته ويسمعون خطابه حرصه صلى الله عليه وسلم على الظهور وعلى إبراز معالم حجه وهو القائل لتأخذوا عني تعلموا مني صفة الحج وهيئته كان ذلك حرصاً على أن تكون سنته صلى الله عليه وسلم معلومةً وأدرك الصحابة هذا المقصد فطفقوا ينقلون للأمة كل شيء تعلق بحجه صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا توريث هذا للأمة وحفظها لها إلى يوم القيامة وكلما جاء جيل وحج الحج البيت الحرام فإنهم يبحثون ماذا روى الصحابة من أفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم على هذا المنهج نفسه نفهم صنيع ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء يرمي جمرة العقبة وقف في بطن الوادي جاعلاً مناً عن يمينه ومكة عن يساره وهو يقول والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة بالله عليك ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الجملة أي رسالة أراد أن يقول هو يخاطب تلاميذه من التابعين وأبناء الصحابة وقف ورمى ثم يقول والذي لا إله إلا هو هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يريد أن يقول لا تنسوا احفظوا هذا إذا رميت جمرة العقبة فقف هذا الموقف ها هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة كيف تتبع إذا حجت فتعرف أين وقف كيف دعا كيف طاف ماذا صنع صلى الله عليه وسلم شكوا يوم عرف أكان صائماً أو لا فبعثوا إليه بإناء فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام فعرفوا أنه لم يكن صائماً هذا الحرص هذا البحث والتفتيش والتنقيب حفاظ على السنة ثم جاءت الرواية العظيمة التي حفظتها الأمة يا كرام في الحج نتعلم هذا الدرس العظيم لنعود بعد الحج فنطبق ما طبقناه في الحج في حجك منذ أن أحرمت في ميناء في عرفة في مزدريفة عند الكعبة عند المسعى في الصفا في المروة شغلك الشاغل أن تفعل الشيء الذي فعله نبيك عليه الصلاة والسلام ما أجمله من درس أن يطبق على جميع أنحاء الحياة ولدختم مجلسنا هذا أيها الكرام بذكر الشواهد العاجلة السريعة على هذا الأصل كيف عاشه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم سلف الأمة وسادتها وقدوتها بعد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم قلت لكم هذا الدرس الذي نتعلمه في الحج نحن بحاجة إلى أن يكون معلماً لنا في كل الحياة نرجع بعد الحج وإذا بأعظم الدروس التي تعلمناها بعد توحيد الله كيف نبحث في كل خطوة من خطوات الحياة عن سنة وهدي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنها منازل الحياة السعيدة التي تبنى على سيرة وسنن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هكموها أمثلة سريعة في حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة فيما أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلعن عليه في الصلاة إلا مرة فخلع القوم نعالهم فقال عليه الصلاة والسلام لم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا شيء عجيب هم في الصلاة وهو إمامهم في أثناء الصلاة رأوه خلع النعال فخلعوا يا أخي متى تبلغ مرحلة أن تجد من نفسك ردة الفعل شيء واحد الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تفعله من غير تردد ولا تفكير قال لما خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلبن عليه فلينظر فيهما فإن رأى به خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما أمر غيبي ما كانوا يعرفونه لكن الشاهد قوم تربوا على هذا تماما كقصتهم في قصة مسجد قباء لما تحولت القبنة قال ابن عمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأتى إلى أهل قباء وهم يصلون الصبح فوقف على الباب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها قال فاستداروا وهم في الصلاة سرعة امتثال عجيبة ومدهشة لأنهم وطنوا أنفسهم في الحياة على أنه أي شيء يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو أمر به لا والله ما يتأخرون عنه لحظر مثل ذلك في قصة تحريم الخمر والحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أرسل قال أنس كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال لي اذهب فأهرقها اسكبها قال فجرت في سكك المدينة خرج كل واحد جرته وإناءه الذي عنده في داره لا والله ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام مفتشا ولا مراقبا يكفيه أن يقول لهم أنا منعتكم عن ذلك والله حرم ذلك فكانوا يمتثلون امتثالا عجيبا وأختم بهذا المثال المدهش البعيد لو قلت لك استقبال قبلة وتحريم خمر وصفة مناسك في الحج فلم تتعجب أن الصحابة شديدين في الاتباع حريصين في التمسك حازمين في عدم التأخر فماذا ستقول في شيء لا علاقة له بالأحكام ولا العبادات اسمع معي هذا الحديث العجيب الذي أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت معه إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد الدباء هو القرع المعروف والقديد اللحم المجفف قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة يلتقط قطع الدباء ويأكلها قال فعلمت أنه يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ حتى مذاق الأفواه نزلوها على هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقول للطعام الذي لا يعجبك الآن أصبح يعجبني لأنه يعجب زوجتي فانا أحب ما تحبه هي كانوا إذا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام صنع الشيء أو فعل الشيء أو أحب الشيء وطنوا أنفسهم مباشرة عليه المقام في هذا طويل وشواهد السلف في هذا جم لكن حسبنا أن نقول رحلة الحج علينا أن نتعلم منها كيف نكون أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي والله وأصدق في اتباع سنته وأشد في التمسك بها فإنها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم فأحينا على الإسلام والسنة وأميطنا على الإسلام والسنة واحشرنا يا رب في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم اللهم أورضنا حوضه وارزقنا يا رب شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين اللهم يسر لنا الحج بفضلك ومنتك واجعله خالصا صوابا اللهم املأ حجنا بالإخلاص لوجهك الكريم وصدق الاتباع لنبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا رب من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم يوم القيامة له قربا واجعلنا يا رب ممن تكتحل أعينهم برؤيته وصحبته والجلوس إليه في جناتك جنات النعيم نحن وأزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين